زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكو في البداية النهاردة احنا بنحيي ذكرى وفاة الفنان الكبير عاد الأدهم برينس السينما المصرية وكنا بنتكلم يمكن عن الصعوبات الكتيرة اللي قابلها في بداية مشواره الفني لحد ما بقى طبعا عملاق بيقدم كل الأدوار وخصوصا أدوار الشر بليها طابع مميز لكن خلينا نقول برضو في نقطة مهمة لازم نتكلم عنها يا بسانتو هي فكرة انه هو في بداية مشواره الفني اترفض وقاله انت مش نافع فتخيله لما عاد الأدهم يتقاله انت مش نافع في البداية وهو عنده الامكانيات الجبارة دي في الأداء وعنده الموهبة الرهيبة دي ويتقاله مش نافع في البداية وخرى نهاية الشكل انا اعتقد ان اي حد في البداية كده لازم يحصل معاك كده لازم حد يحبطه اسلوب حياة ان الناس تحبط حد جديد بيحاول فيه ناس بقى بتعافر زي الفنان الكبير عاد الأدهم وفيه ناس بتستسلم قدم العديد مننا الأعمال السينمائية اللي سفكرينها الحد دلوقتي خصوصا أدوار الشر والأدمها بطابع مختلف يصادف اليوم التاسع من فبراير ذكر وفاة الفنان عاد الأدهم الذي لقب بكرانس السينما المصرية بعد أن برع في أداء الشخصيات ذات الطابع الدرامي والأدوار الشريرة في السينما المصرية مع تقديمه عددا من الأعمال السينمائية التي لا زالت حاضرة حتى الآن ولد الفنان عاد الأدهم في حي الجمرك البحري بالإسكندرية في الثامن من مارس عام 1928 بدأ مسيرته من خلال فيلم ليلى بنت الفقراء وبدأ يظهر في مشاهد صغيرة في دور راقص وذلك من خلال عدة أفلام لكن أصيب بالإحباط وترك مجال التمثيل وقرر أن يعمل في برصة القطن بالإسكندرية وسرعان ما نجح في هذا المجال وذاع صيته في هذه التجارة إلى أن حل التأميم فترك تجارة القطن كده بقى أنت مش بيبو أنا بيبو وعشان كده لازم تاخد ضربات جزائك كانت بدايته حين قابل المخرج أحمد ضياء الذي شد على يده وأخذ به إلى عالم الفن وقدمه في فيلم هل أنا مجنونة عام 1964 ومن هنا كانت الانطلاقة الحقيقية للفنان عاد الأدهم قدم عاد الأدهم للسينما ما يقرب من 84 عملاً فنياً امتزجت فيهم الموهبة مع الإبداع والفن الحقيقي وبرع عاد الأدهم في أدوار الشر ساعده في ذلك صوته الحاد وملامحه الجادة الماكرة كما قدم دور البواب والباشا ورجل الأعمال وصاحب المخبز وتنوعت أعمالهما بين الشر والدراما شارك في بطولة العديد من الأفلام من أهمها الجسوس، جناب السفير، أخط الرجل في العالم، ثرثر فوق النيل، القتل، الرقص والطبال وكان آخر فيلم قدمه هو فيلم علاقات مشبوهة حصل عاد الأدهم على العديد من الجوائز منها جائزة مهرجان الفيلم العربي بلوس أنجلوس بأمريكا وجائزة المهرجان القومي الثاني للأفلام المصرية عام 1996 بالإضافة إلى غيرها من الجوائز الله أكبر! ظهر الحق! سمعت العلم أبيل؟ مات يا! اللي ألوري كانتك! ألوية! الحق هو لأنتي! طب تمشي يا! توفي في التاسع من فبراير عام 1996 بعد إصابته بالتهاب رأوي شديد كما كان يعاني من سرطان العظام وتوفي أثناء خضوعه لعملية جراحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر